التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العامي طارق صالح دارة بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك بعد فوزه بالمركز الثاني في قطاع الخدمات المالية على مستوى بنوك المنطقة في المسابقة التي قامتها الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية في مدينة دبي وخلال اللقاء هنالعامي طارق صالح قيادة البنك على هذا الإنجاز مستمعا إلى شرح عن أبرز خطط وبرامج آداف البنك التي يسعى إليها خلال الفترة القادمة بشأن تقديم خدمات مصرفية متعددة في قطاعات مختلفة